اشتركوا في القناة كيف حصل هذا ولماذا؟ في وقت بلغت فيه البشرية الذروة التطور العلمي والرقي المادي ووصلت لاختراق السماوات والصعود للفضاء وصناعة الروبوتات والطائرات بدون طيارين وظن الناس أنهم قادرون على كل شيء بل أعلن بعض المهوسين الأغبياء أن لا حاجة للبشر بعد اليوم للإله فقد استغنوا عنه إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كورونا أو كوفيد ناينتين مخلوق ضعيف لا يرى بالعين المجردة هو من كشف للبشر حقيقتهم وضعفهم وافتقارهم إلى خالق الكون ومدبر أمره وعجزهم عن دفع الضر إلا بمعونته ولطفه اخترق الحدود والجيوش والأسوار ووصل إلى أحصن الأماكن في العالم دون أن يستطيع أحد منعه الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار عن بعد وكاميرات المراقبة عالية الدقة كل ذلك لم يكشف للعالم أن مصيبة عظيمة على وشك أن تقع بهم لأن علم الإنسان مهما بلغ لن يبلغ أن يعلم الغيب وتلك حقيقة قررها القرآن الكريم حين أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا ترجمة نانسي قنقر في ظل هذا الوباء الذي نتمنى أن ينتهي في القريب فإن من حق البشر علينا نحن المسلمين أن نبلغهم ما أمرنا به ربنا فيا أيها الإنسان المتعب الخائف الهلع لأننا نريد لك الخير فإننا ندعوك إلى ما فيه أمن روحت واطمئنان نفسك إلى دين الله تعالى الذي يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي دين التوحيد للخالق العظيم وإسلام الوجه له دين الفطرة النقية السالمة من أوساخ المادية وتغولها وإهدارها لكرامة البشر طمعا في جني المزيد من الأموال دين يأمر بالطهارة والنزاهة وحفظ الصحة باجتناب النجاسات والأوساخ والخبائث في طعامك وشرابك ويحرم كل ما من شأنه الإضرار بالصحة وإفساد الأرض ويأمر بمعاونة الضعيف والإحسان إلى المحتاج والتكافل والتعاضد عند نزول المصائب ويحذر من الأنانية والاستئثار بالخير دين يصدق ما جاء به موسى وعيسى وسائر رسل الله ويتمم ما جاء به من الحق والنور والهدى دين يعلم أتباعه أن الحياة الحقيقية هي الحياة بعد الموت في نعيم دائم لمن أطاع الله وآمن برسوله واتبع الحق الذي جاء به أو في جحيم مقيم لمن كذب بالحق واتبع هواه دين يؤمن أتباعه أن ما أصابهم من بلاء وتعب في الدنيا أمر قدره الله عليهم ليكفر عنهم سيئاتهم ويرفع به في جنة الخل درجاتهم فارتاحت نفوسهم وعاشوا سلاما نفسيا وأمنا روحيا لن يشعر بهما من بحث عن السعادة في كأس خمر أو لذة جنسية فيا أيها الإنسان هذا طريق ربك وخالقك وخالق الكون فأقبل إليه فإنه لا نجات لك إلا بسلوكه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اشتركوا في القناة